بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نذكر الآن شروط الصلاة شروط الصلاة نعم الشرط الأول الإسلام فلو صلى الكافر صلاة باطلة صلى من يسب الرب من يسب النبي صلى الله عليه وسلم من يستهزب الدين الإسلام من يطوف حول القبر صلاة باطلة والعقل فلو صلى المجنون فصلاة باطلة ولو صلى الشكران باطلة باب أولى وكذلك الشرط الثالث التمييز هو التفريق بين الأشياء فيعرف السؤال والجواب ليس معنى التمييز البلوغ يخطئ كثير من من يترجم يقول أن معنى التمييز هو البلوغ لا التمييز هو التفريق بين الأشياء تقول لها أقوم يقوم أجلس يأجلس فهذا صلاة صحية أما صحية تقول له أقوم لا يفهم الكلام صلاة غير صحية فهل تصح صلاة الصغير؟ من يعرف هل تصح صلاة الصغير؟ نعم أم لا؟ شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم